السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاي افعل خاصية find my device او ايجاد الهاتف الخاص به اول حاجة بخش على settings او الاعدادات من الموبايل انطلق لنا بنزل على السطارة وبدخل على الاعدادات او الترس ده وبعد كده بختار بنزل تحت واختار security او الامان بعد كده هلاقي عندي تاني واحدة تقريبا find my device او ايجاد هاتفي الخاصة دي نحن بنفعلها ليه عشان نلاقي مبايلناها لو لا قدر الله اتسرق او ضع مننا او مش عارفين مكانه انا اصلا هعرف مكانه ازاي هو اصلا مش معايا انت هتدخل من برضو نفس الخطوات دي هتدخل من الموبايل تاني وهتقول له find my device عندك طريقتين انك تترجع به عن طريق البرنامج او عن طريق صفحة انترنت هتدخل مسلا من الموبايل التاني عن طريق صفحة انترنت هتدخل من هنا وهتقول له مسلا جوجل كوروم او ايا كان الموتصفة اللي انت بتستخدمه وبعد كده بتخش بحساب الجيميل الخاص بيك من هنا مسلا هتختار اي جيميل من دول هتدخل عليه هيحدد لك مكان الموبايل الخاص بيك بالزبط بالتحديد هيجيبه لك ازاي هتضغط على موبايلك ويبدأ او العلامة دي شايفين العلامة دي علامة عدد هتضغط عليها ضغطة هيقول لك بالزبط المكان موبايلك فين بالزبط عايز تشغل الصوت بحس انك تعرف مكان الموبايل فين تقول له تشغيل الصوت لما انت طبعا تبقى قريب منه تأمين الجهاز هيقفل لك الجهاز اعادة ضبط الجهاز على الاعدادات الاصلية هيشل لك كل حاجة ويجيبه لك كأنه لسه جديد تقدر تكبر وتصغر في الخريطة زي ما انت عايز جميل جدا يعني تعرف من الجهاز التاني كل حاجة عن جهازك ده مكانه فين وكل حاجة فيه طيب لو عن طريق الابة او عن طريق البرنامج بنسخل على الاعدادات تاني اول حاجة طبعا بتفتح دي هيقول لك البصمة هتفتح البصمة كده احنا مقفول طبع عشان لازم تشتغل لازم تفتح اللوكيشن او البيانات طبعا النيت وبيانات سواء واي فاي او بيانات هاتف مش فرقة بس اللوكيشن لازم يبقى شغال مع الانترنت وبعد كده بتضغط هنا وتقول له البصمة تفعيل البصمة كده انت فعلت ان انك انت ان شاء الله تلاقي مبايلك لو ضع او تسرق طيب لو عن طريق البرنامج بتقول له هتضغط على دي ضغطة هيحولك على متجر جوجل بلاي هتحمل برنامج مساحته اربعة ميجا هو فتح عشان هو اصلا لقى البرنامج البرنامج بالشكل ده ده اسمه ده اسم البرنامج اسمه جوجل ده اسم البرنامج وهسيب لك رابط تحميل البرنامج في الوصف اسفل الفيديو وفي اول تعليق مسابت وبعد كده بتقول له هتضغط عليها هيطلب منك تسجيل الدخول بحساب المرتبط بالموبايل ده فانا هسيب لك بقى حاجة مهمة جدا في الفيديو في الوصف اسفل الفيديو هسيب لك ازاي تأمن اصلا الايميل الخاص بك او الجيميل الخاص بك عشان لو انت امنت جيميل يبقى انت امنت حسابك وامنت مبيلك هتقول لي ازاي هقولك ان هو مش هعرف يختارق اصلا الجيميل الخاص بك ومن الجيميل انا هعرف الاقي الموبايل فانا لو امنت الجيميل ولقضى الله الموبايل تسرق انا هعرف اجيب الموبايل عشان الجيميل متأمن يعني متأمن بكذا وسيلة تحقق زي وسيلة تحقق بخطوطين عن طريق بريد الكتروني بديل او عن طريق رموز الامان او الرموز الاحتياطية او عن طريق حاجة اسمها برنامج اسمه او مفوض او صانع الرموز الخاص بجوجل كل دي وسائل امان وفي حاجة اسمها فلاشة امان فلاشة مرور او فلاشة الامان دي كمان تقدر تأمن بها حسابك اكتر واكتر يعني في كزا حاجة تقدر تأمن بها الايميل الخاص بيه. وتأمين الايميل هو هو تأمين الجهاز او تأمين موبايلك. فالافضل يبقى انت مأمن بحيس انك انت لو لا قدر الله الموبايل اللي تسرع تعرف تسترد الموبايل وتعرف ما كانه بالزبط. طيب انا فتحت البرنامج طبعا هيقول لك وانت بتشغل البرنامج يعني انا مسلا هفتح البرنامج هضغط عليه ضغطة هيبدأ يقول لي الجيميل المرتبط بموبايلك ايه? هقوم ضغط هنا. وقوم اختار الجيميل اللي انا عايزه. لو انا لو انا عايز حساب تاني بختار من هنا على انت استهمي دي. وبختار منها الجيميل اللي متسجل عندي. وبعد كده تبدأ تشوف موبايلك بالزبط هيظهر لك اسمه هتضغط عليه ضغطة. زي ما انا ضغطت كده. وبعد كده هتقدر تحدد موبايلك بكل بساطة. وكمان ممكن تحدد الكطع كمان المرتبطة به يعني مسلا زي سماعات بلوتوس مرتبطة بالموبايل او 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 سماعات الاوزن او سماعات الرأس المتصلة او سماعات بلوتوس المتصلة ايا كان القطع المتصلة بالموبايل تقدر كمان تظهر هنا عندك زي ما انت شايف هنا الحاجات الظهرة. طبعا هنا ما فيش حاجة ظهرة يعني بس انا بقول لك لو في حاجة هتلاقي موجودة هنا عندك. وتقدر تبحث عن موبايلك بكل سهولة. طيب لو انا بقى قفلت الخيار ده لو انا دخلت على اعدادات وقلت له وقلت له وعملتها بدل يعني هي معمولة دلوقتي لو انا شايفها موجودة يعني هي متفعالة مفعالة او قيدة تشغيل. لو هي قيدة تشغيل كده خلاص انا في الامان. طول ما الموبايل فاتح انا اقدر اجيبه. واقدر استرده واقدر اعرف مكانه بالزبط فين. وكمان يقولي الاتجاهات لغاية ما توصل لمبايلك فين. كل ده مجانا عن طريق خدمة جوجل. طيب في حاجة تانية قدر اعملها اللي انا استرد بها موبايلي. او اخلي جهة تانية زي الشرطة او اي ان كان تقدر تجيب لي موبايلي. اه. بس انت تجيب الكارتونة معك بس لازم تعمل حاجة قبل ما تعمل الكارتونة. تعمل ايه? تدخل على الاتصال وتكتب اللي انا هقولك عليها. هتكتب نجمة شباك زيرو ستة شباك. تكتب نجمة شباك زيرو ستة وشباك. اول ما تكتب اول ما تضغط كلمة شباك او رمز شباك هيبدأ يظهر لك على الشاشة حاجة اسمها اي 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 او حاجة اسمها لايسنز ا او اي كان الرمز او ما جمعات الرمز دي هتكتب عندك في ورقة. والورقة دي هتشيلها عندك في الكارتونة الخاصة بالموبايل. تمام? كارتونة الموبايل دي اللي انت هتحط فيها الرمز دي. كده تأمينته مبيلك ضد السرق. هتقول لي ازاي? لو لا قدرها الموبايل ضع هتاخد الكارتونة وهتاخد الرمز دي اللي هي اللي محطوطة في ورقة في الكارتونة.Shut foldingها على في الوقت الفلاني او في اليوم الفلاني هم هيبدأوا يتتبعوا الموبايل ويقولوا لك مكانوا فين ويتواصلوا معاك ويبدأوا يجيبوا لك الموبايل لغاية عندك. موضوع بسط جدا وسهل جدا. بس عايش شوية صبر وشوية ثقة. ويقين ان شاء الله الحاجة هترجع لك. انا مش عايزك تيقس ومش عايزك تيلأ. انت اعمل عليك وامن موبايلك وامن بياناتك. وطبعا لازم حاجة اساسية لازم يكون اي موبايل انت مامنه بالبصمة. مامنه بالفيس او بوجهك او برموز او بكلمة سر ايا كان الرموت انا ما نصحش بالنمط. الا لو انت هتعمل النمط صعب شوية. بحيث ان يبقى صعب على اللي يختركه انه يحدده. بس الافضل ما تعملوش بنمط اعمله بكلمة سر قوية ومش سهلة انت تنبق بيها. ممكن تستعين ببرامج انها بحاجة اسمها بسورد جنريتور او مولد بسوردات او صانع بسوردات او صانع كلمات سر يبدأ يعمل لك كلمات سر افتراضية يقول لو تقول مسلا من خمسة او عشرين رقم من خمسة او عشرين رمز من ستة عشرين رمز من تلاتين رمز فيها حروف ورموز وحاجات كتير جدا انت قدرت تجيبها من على جوجل تكتب تكتب بس حاجة اسمها بسورد بسورد جنريتور او مولد كلمات السر يبدأ يجيب لك ملايين من كلمات السر اللي انت عايزها فيها رموز فيها ارقام فيها حروف فيها كل شيء بحيث ان يبقى صعب جدا او مستحيل اختراكها الى جانب طبعا انت بتأمن جيميل زي ما قلتلكم هسيب لكم في الوصق اسفل الفيديو شرح كامل ازاي تأمن جيميل الخاص بك ضد محاولات الاختراك وضد محاولات السر ان شاء الله وربنا يحمينا جميعا ويسترها علينا جميعا دي كل حاجة يا رب يكون الفيديو اعجابكم ما تنسوش ما تنسوش الاشتراك في قناة وعمل اعجاب الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته